اشتركوا في القناة ويامين عام المنظمة السيد طالب الرفاعي وممثلي قطاعات السياحة من مختلف دول العالم وبهذه المناسبة اشادت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة بما بذلته المنظمة من جهود لجذب اهتمام المجتمع الدولي نحو هذا القطاع الحيوي مشددة على اهمية ترجمة الرؤى التي رسمتها المنظمة وتحقيق المنجزات الفعلية لكي تتماشى مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة كما شددت معاليها على اهمية استثمار هذا القطاع المتجدد باعتباره البديل الامثل لقطاعات النفط والطاقة والادات الامثل لخلق جسور مع الاخرين حيث ان مخرجات السياحة تخلق حراكا حضاريا صحيا وتبادلا معرفيا بين الافراد ذوي الخلفية المختلفة الجدير بالذكر ان منظمة السياحة العالمية كانت قد اعلنت خلال حفل تنصيب خاص اقيم في مدريد في شهر مارس الماضي الشيخة مي بنت محمد الخليفة سفيرا خاصا للسنة الدولية للسياحة المستدامة من اجل التنمية لعام 2017 وذلك تقديرا لمساهمتها في دعم السياحة الثقافية المستدامة قبل ان تعلن المنظمة مؤخرا تمديد تسمية الشيخة مي سفيرا خاصا للسياحة المستدامة من اجل التنمية حتى عام 2019 هذا اللقاء اليوم لنهاية السنة للسياحة المستدامة اعلنت الامم المتحدة هذا العام عاما للسياحة المستدامة لكي تمر الرسالة هامة للعالم اجمع ان الاستدامة هي المطلوبة في مجال السياحة وفي مجال السياحة الثقافية توظيف ما تملك البلدان لكي نبقي على معالم بلداننا ولكي نحافظ على ما يميز هوياتنا الاستدامة هي المطلب الرئيسي من اجل التنمية واعتقدنا الامم المتحدة في رسالتها هذه بعدد من السفراء كل يعمل في مجال تصل الى العالم اجمع وتؤكد ان السياحة هي النفط الذي لا ينضب هناك مشاركة لعدد من السفراء واعتز بان اكون من ضمن السفراء السياحة المستدامة والتي تم تمديد مهمتها الى عامين قادمين نحن في مملكة البحرين نعمل على توظيف هذا المفهوم الاستدامة لذلك يأتي مشروع طريق اللؤلؤ على سبيل المثال نموذجا للسياحة المستدامة بتوظيف المواقع الاثرية وتنمية الاحياء التي تمر بها وخلق نوعية معينة من الاستدامة عبر السياحة الثقافية نعم